الاشهد الآن لتكتب الى الصور ولقاءنا اليداعي متواصل بإذنه تعالى إلى حدود الواحدة بعد ظهرته ومنتصف النهار 17 دقيق على موجات اليداع الوطنية التوسية تحيمة جدة لكل من يواصل للسماع وكل من التحق بنا في السماع كما سبق وذكرنا في تقديم هذا العدد شرفنا بالحضور في فقرة الملفة ملف الدكتور رابح أجلاوي المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة دكتور رابح مرحبا بك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة شكرا سي شهاب الأستاذ شهاب على الدعوة ونشكر الإدارة التونسية على أعطيني الفرصة هذه باش نحكي على موضوع هام متداول في الساعة هو الحشرة القرمزية يعطيك الصحة برك الله وفيك نمشيولي شارة الركن الملف ثم ننطلق في الحوار الملف دكتور رابح هي القرمزية القرمزية حتى في التسمية احنا دقيقين الصحفيين معشر الصحفيين فهي الحشرة القرمزية هي حشرة تنتج اللون القرمزي وهي دونك تسمى الحشرة القرمزية نسبة للون اللي تنجو بعدما تتغذى على تين الشوكي واضح جدا صديقنا سامي العرفاوي توقف عند تأثير التغيرات المناخية في ظهور العديد من الأمراض والعديد من الحشرات نستمع ثم نعلق أظهرت دراسات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية أن التغيرات المناخية ساهمت بشكل فعال في انتشار الآفات المهددة للنباتات والمحاصيل الزراعية آفات جديدة أشد فتكا وأكثر تهديدا للأمن الغذائي العالمي فتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كانت سببا في حدوث ظواهر مناخية متطرفة تجعل النباتات أكثر ضعفا والآفات أكثر قوة ما يساعد على استيطان آفات وحشرات جديدة تكون سببا رئيسيا في فقدان التنوع البيولوجي ومع ارتفاع درجات الحرارة يرتفع أيضا معدل نمو الحشرات وقدرتها على البقاء حية في الشتاء والربيع وتتجاوز بذلك مرحلة الخطر وبالتالي تغير مصار هجرتها وتدخل مناطق جديدة هذه المتغيرات الطبيعية من فكت تتفاقم وتبرز نتائجها جليا في السنوات الأخيرة خاصة منها البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية على غرار دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنها تونس وفي هذا أشار تقرير صادر على البنك الدولي هذا الشهر إلى أن الانتاج الفلاحي ببلادنا انخفض بنسبة 11% جراء خسائر تسبب فيها الجفاف وتغير المناخ وتغير المناخ كان سببا أيضا في ظهور عديد الآفات والحشرات التي أصبحت في السنوات الأخيرة المهددة الأول للأمن الغذائي الوطني والنسيز النباتي الغابي على غرار الحشر القرمزية التي أتت على منابة التين الشوكي أو حشرة المن التي بدأت تهدد الأشجار المثمرة كذلك انتشار حشرة الكلف بغابات السنوبر الحلبي وسوسة النخيل الحمراء إضافة إلى رصد مرض الصدق الأصفر والتاجيب في عدد من مزارع الزراعات الكبرى دون أن ننسى اللفحة النارية وما فعلته في الأشجار المثمرة في السنوات الأخيرة ولكن وإن كان العامل الطبيعي هو السبب المباشر في انتشار مثل تلك الحشرات والآفات فإن العامل البشري له دور كبير أيضا في انتشارها سواء من حيث التراخي وعدم الجدية في التعامل معها أو من حيث اعتماد البعض على إدخال الغراسات والمشاتل من خارج الوطن دون المرور بالمسالك القانونية والرقابية والحقيقة الدكتور رابا حجلوي في متابعة هذه الورقة كان موافق على العديد من ظهور الحشرات والأمراض الجديدة بفعل التغيرات المناخية دكتور صحيح التقرير الذي يتقدم معناها التغيرات المناخية هي عامل كبير في تكاثر الحشرات والأمراض على النباتات ونحن كمتار في تونس معناها عناها شحمائي وعناها ارتفاع بدرجة الحرارة مما أثر على انتشار بعض الأمراض ولكن الأمراض هذه الجديدة ومتجددة عبر الحدود هي أمراض كما قال التقرير انتقلت حبر المسافرين وصحيح المسافرين معناها في بعض الأحيان معناها يجيبوا أشجار معهم يجيبوا حشرات ويجيبوا معناها الأفات ونحن قمنا بعدة دورات تحسيسية لأعوان الدوانة وأعواننا معناها المراقب الحدودية خطر عنها مراقب الحدودية بالضبط حبيت نسألك يعني ما تترغبش تو هذه النباتات اللي يقع جلبها من برامين هي الإدارة المصادقة والمراقبة الحدود نحن نراقبه لكن للأسف معناها ثم تهريب وثم عدم دراية ووعي معناها إنسان يجيب معه شتلة ويقول لك أنا مش مشكلة معناها وشوفنا حتى معناها شتلة زيتون وشتلة وفايا خطر كبير على جلب الأمراض ومنها الحشر القرمزية معناها كنا نحكي لك مقفشة جلبت جلبت عبر المسافرين هي بعيدة علينا الحشر القرمزية أصلها من المكسيك وجدت للمغرب في 2014 وكنا في مأمل بصراحة لخطر الحدود كانت مغلقة وكنا معناها حصار كبير على التين الشوكي وعلى انتقالها ونعرفه معناها وعملنا حتى برامج بحثية استباقية لكن للأسف معناها دخلتها عبر المسافرين وهذا معناها من نجموش وقتاش دخلت لتونس دخلت 2021 عبر المسافرين في نقطة معناها في سويسي معناها تقول أنت مش حتى نقطة عبور معناها بالطيار أما للأسف معناها كانت المسافر هذه معناها تتنقل بين تونس والمغرب والمغرب فيها الحشر القرمزية عن غير قصد معناها أتت في الثياب لأنها هي الحشر القرمزية تنتقل عبر الثياب عبر المسافرين عبر الحيوانات حتى الحيوانات بتونحكو فيها حيوانات معناها الأسواف والأغنام وعبر الطيور وعبر الرياح دونك عندها عدة وسائل الانتقال الانتشار وكي دخلتنا للأسف معناها كنا معناها نجهل وهلا حشر القرمزية ومعناها حتى ديري وحتى المواطنين أعلنوا عليها مؤخرة لأنها في الطوابي طابية معناها إذا المواطن المزارع هو يعلم اللي ثم حاجة جديدة دونك معلموا وزارة الفلاحة وتدخلنا بكل الجهود ولكن للأسف الدخلات كانت معناها متأخرة مما جعل الحشرة تنتشر وطالت عدة ولاية مش نرجع لك بطبيعة حالة دكتور بعد قليل نتوقف الآن مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب منتصف النهار 26 دقيقة على موجة لدعوة الوطنية التونسية تحية متجدة لكل سادة المسامعين والمسمعات ونوجد التحية والترحيب بدكتور رابح حجداوي المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة اللي يحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف صديقنا نجم الدين منذ قليل حاب تتفاعل مع دكتور فيما يتعلق خاصة بهذه الحشرة القرمزية القرمزية من لون أكثر يقولوا شاشية قرمزية حابيت نسل للدكتور شنية الجهات اللي تذرت أكثر من غيرها من الحشرة هذية ولولاد تقريبا فتو ذعت وهل بالإمكان ثم استباق بالبعض الجهات الأخرى ولا في بعض المناطق عند الفلاحين وكيفاش تشجيعات اللي عتتوهم لهم شكرا للتساؤل اللي هو بالنسبة للمناطق التي طالتها الحشرة هي المناطق الساحلية على التوابي مازالك الارزموم أنا مضربتش الهندي المهيكل اللي هو في الزلفان القسرين والكبون بوارقوب ونحن عنا بروتوكول مصادق عليه من اللجنة العلمية عنا اللجنة العلمية متابعة للتدخل حسب انتشار الحشرة بالنسبة للأماكن المنزلت مش موبوئة نحن عنا خطة معناها جهوية وتشرف على الإدارة العامة للصاحة النباتية بالتعاون مع المندوبيات لمنع دخول الحشرة التسرب الحشرة لهذه الأماكن وحتى لو كانت سربت نحن بالمرصد لها عن الأدوية المصادقة لها من الوزارة ونحبو معناها نشركوا المزارعين لخط المزارع هو اللي يفيق بها لول ونعطوه الأدوية والألات الرش للتدخل السريع ومن بعد المندوبية تدخل لي معناها يسموها معناها للبقرة من الاجتثاث البقرة وصارتنا في القصرين اجتثاث بقرة كان معناها مواطن معناها في جمعة السكنية عنده هندي وفاق بها ودخلنا واشتثثناها ومثلا ما حتى إشكالية معناها لأن التدخل السريع التدخل السريع هي آفة نجموا نتدخلوا بالأدوية وبالحرق بكل الوسائل اللي هي من الول سهلة أما إذا طالت معناها الهندي ما كنت عارفوه الأرشتكتوري متاع الهندي والتدخل ما تنجمش معناها تقوم بالمقاومة كما في أشجار مثمر أخر لذلك علش نحن وصينا الفلاحة بهيكلة المزارع عشنو هيكلة المزارع معناها يحدوا ومعناها ينقصوا منها شوية كما تشوفوا في التصور معناها الهندي كثيف نقصوا منه شوية باش النجموا نعاينوا البؤر والنجموا لتدخل السريع لأن الدوية يزموا يمس الكوفو في الهندي وبحاول الله معناها لخوف على الهندي في القسرين والمناطق المهيكلة لأنها معناها الفلاحة هما وعين ونحن عنا البروتوكول وقاعدين قوموا بالواجب وعنها في الوزارة معناها خلية متابعة يومية معناها بحاول الله معناها لا خوف على الهندي وراو مش معناها معناها خسرنا شوية طوابية معناها خسرنا الهندي لأن كل الدول اللي أصابتها الحجر القرمزي قضت على الهندي لأنها آفة تقضي على الهندي وراي التقضي كان على التين الشوكي وليس لها مساس لا أشجار مثمرة دي نحب نوضحها يتسائلوا لا على الأشجار مثمرة ولا على الحيوانات ولا على الإنسان بضبط لأنه اللي تعرف أنه الهندي صفت الهندي التجمع متاخم للأشجار وللتجمعات السكنية ونعرف أننا نتخوف المواطنين من هذه الحشرة ومن اللون متاعها ما تخافوش روما عندها حتى إشكالية وثما كانوا يستعملوا فيها في القدم وناه حتى تو يستعملوا فيها لتزينة طبيعية ومعناها حتى إشكالية أما معناها الحشرة هي للأسف تقضي على التينشوك السؤال المطروح نجم الدين إذا كان اليوم الدواء متوفر كيف يقول الدكتور مجينية متوفر علش نمشيو لتخصيص 1 مليار ونمشيو للخسائر المالية اللي نحكيو عليها اليوم للقضاء على هذه الحشرة ومقاومة هذه الحشرة فما شكون يقول وانتي تصح لنا دكتور أنه فما توجه لجلب الدعسوق هذه من المكسيك والحال وأنه اتحاد الفلاحين يقول وأنه تجربة فشلت في المغرب فما نمشيوش فيه وإنما نمشيو في يعني التين الشوكي البديل كحل من الحلول علش مندويوش في الوقت طالما وأن الدواء بتوفر صحيح أستاذ الشهاب على المداوات نحن نرى في 11 مليار منها المداوات منها الاستعمال لأنها توفرها الوزارة المداوات شنية هي رو المكافعة الحشرة القرمزية هي مكافعة مندمجة معناها يزمك معناها عندك عدة عناصر منها الأدوية الأدوية تنطبق عليها في المرحلة الأولى من الإصابة لأدوية تكون نافعة لكن للأسف معناها نحن في قوبية مخروا معناها كما تشوفوا الطوابية معناها بعد الإصابة الكثيفة تعود الهدوية مش نافعة إذا كاليش نحن معنا توجهات أخرى معناها الأنواع المقاومة وجلب الدعسوق الدعسوق هذي يا رو يشنية مش هي المغربية ومش هي الدعسوق هي حشرة مضادة للحشرة القرمزية عايشة في المكسيكو عاملة نحن نحب ندخلوها باش تعمل في المناطق مثلا ما قلنش ما قلنش في المغرب يعني تجربة فشلة لا مش فشلة هي تجربة جديدة في المغرب ونحن مش ندخلوها للتعسوق ونعمل ونصرها وراي الحيوانات المضادة هذي من الحشرات مولا بها في العالم وكل ونحن بيحاول تكون المقاومة المندمجة استعمال الأدوية وحتى الحرق ونحن كان معناها استيباق نقول لكم في سيدي بوزيد لزيت متاع سيدي بوزيد في الهندي ما يتحرق والحشرة تتحرق معناها عنا برشة معناها تقنيات في إطار المخبر اللي حكنا لحكنا معناها نحن نعمل عدة وسائل للمقاومة لإنجاح معناها التدخل لأنها حشرة بصراحة صعبة الميراس وتفتك التين الشوكي إذن خلوها تنجم تقتلو ويستعملوا فيها عدة دول اللي مربوش للتين الشوكي للقضاء التين الشوكي إذن نحرقو إحنا الهندي ما عادش لا نحرقو شوية ما كتعرف شيئا بالهندي ما يتحرق شوية بطبت ما هو نحرقوها شوية تتحرق الحشر القرموزية معناها تتسادو وتتحرق وما يتتحرقش الهندي ويرجع معندو حتى إشكال الهندي يمقاورة مش مش نحرقوها كلية نحرقوها شوية باش تتموت الحشرة القرمزية. ومن بعد نعملوا دوا ونعملوا عدة وسائل لاجتثاثها لانها معناها اجتثاثها في الاول رو سهل ببرش. اه. ما يكن اذا طالت كل الطوابي كما تشوفه في التصور تولي صعبة وانتشارها فهمت يكون سريع بالريح وبالعدة وسائل منها الاغنام وكذا ونحن قابلين عيد راووا التنقل الحيوانات منها اسواف الاغنام هي اللي ساعدت على انتشار الحشرة في اماكن بعيدة مثلا تلقاها من القروان نلقوها في بقعة بعيدة برج كي شوفنا معناها بتبت معناها شوفنا اللي الحيوانات هي اللي نقلت. طالما واني اللي ترعى الحيوانات في التوابي متاع التوابي الهندي وتهزة فهي سنقل فهي هو دكتور معناها كان يفهمت كان عمليح قلت الانتاج الوطني متاع السنان متاع الفين وربع عشرين متاع الصيف ولا اخر الصيف مهوش بش يتأثر برش على على العادة والناس مهوش يتحارموا من سلطان الغلة معناها كما نقوله مهيش بش يكون اسعاره اغلق خاطر توسنسنا اي حاجة تنقذ شوية معناها الاسعار تشتعل معناها اليوم يظل حسب التشخيص وتصريح من سيداتكم معناها باش يكون الهندي بنفس مستوى الانتاج. ان شاء الله ان شاء الله لاننا احنا ما اكتعرف نحنا روى بلد منتج كبير الهندي عنا ستمائة تلف اكتار وننتجو مية وخمسين عنا مزارع ينتجو في الهندي وعنا خمسة مية وخمسين الف طن سنويا ونصدروا ونحنا ثاني مصدر ولا ربع مصدر معناها انصدروا وبالنسبة لمناطق الانتاج المهيكل اللي يجي منها هندي زلفان وهندي تالا ما اكتعرفوه هذي كمناطق سليمة لاخوفة عليه وحتى في الوطن القبلي معناها الهندي بتاعبه ارقوب وكذلك هي طالت للأسف بعض التوابي ونعرفوا معناها الامبرتونس بتاع التوابي في عزل المستغلات وللتغذية الحيوانية وان شاء الله نحنا بالانواع المقاومة مش نعاودوا لزراعة الهندي في المناطق المتضرة اما بالنسبة للمناطق المش متضرة نحبوا نحافظوا على الانواع لعنى انواع جيدة كاليتي جيدة معناها نحبوا نحافظوا عليها ونعملوا المقاومة وبيحول اللي معناها الاخوفة على الهندي في هذه السنة هو في علاقة بانتشار هذه الحشرة يعني مدى سرعة انتشارها والحاجة وثاني حاجة دكتور هي تتأثر بالتقس يعني لما يتكون السخانة برشة يمكن تموت يمكن يكون تأثير على ارتفاع درجات الحرارة على هذه الحشرة فاهمنا في النقطة صحيح على معناها ربط مع تغييرات المناخة اللي منه التقرير الحشرة هذه للأسف معناها تساعدها قلة الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة وهذه اللي واتت تونس من 2021 معناها التغييرات المناخية كنا عنا صيف حار وغير ممطر في الربيع وكذا وهي انتشرت انتشار لانها تساعدها هي الحشرة دي تحب السخانة وتحب قلة الامطار الامطار هي دي جا تعملها تغسلها شوي وما للأسف معناها نحن في المناطق اللي ضربتها في الساحل وفي سيدي بوزيك وكروان ناقص المطر وخاصة في السنوات الاخيرة هذا كلي يساعد الانتشار السريع اما هي راي حشرة معناها تتأقلم كثير مع ظروف تين الشوكي تين الشوكي يحب الجفاف معناها قاوم الجفاف وهي تنجم تعيش معه وين يعيش تين الشوكي تعيش معه للأسف معناها هي تحب الحرارة وقلة الرطوبة مما اثر على انتشارها سريع في المناخ لكن قلتو الدكتور توا كيتحرقها بالنار صحيح الحرارة والنار موش قد بعض محرارة المناخ والحرق معناها موش كيف كيف لكن كيفاش الحرارة قد ما تسخن شوية في الحدود ذي كمتاع خمسة وربعين وخمسين درجة ما تقديش عليها ما تقديش عليها ما تقديش عليها لانها هي توكيد في الطابية الهندي تلقاها في الظل هي ايه كي تمشي تشوفها في الصيف تلقاها في اماكن موظلة في الطابية معناها درجة الحرارة مقفضة شوي وثم شوي رطوبة اما بالنسبة للونس اللي مش نعملوها راوي يحرقها معناها حرقان لخطرة تومبيراتير مية درجة ولا حاج دونك هذي كان النجم ونحرقوها سريعا ومن غير لنا نحرقو الهندي ويرجع الهندي بمعناها في النمو والادوية الادوية نحن عاناها ادوية مصادقة عليها وادوية فعالة النجمه معناها اندى دخلوا بالادوية وبالحرق واذا معناها كثرت معناها الاسابة نقلنا حتى شوي قلع معناها على امطار النجمه انقلعوها الهندي مضروبة وبعد يرجع بالعروق معناها انقلعوه من فوق باش يرجع معناها اجتثاثه معناها من اجتثاثه من العروق الدكتور على مستوى المندبيات وفلجيات هل ثم تحسيس للمزارعين والفلاحين في الجهات هذيكم بالخطورة؟ بكيفية التدخل وكيفيش الاتصال وهل توزيع عليهم الأدوية المجانية اللي كنت تصرح بها؟ بالنسبة للتحسيس معناها لأننا ثلاثة سنوات نقوم بالتحسيس في كل الأماكن معناها القرب للفلاح عبر معناها الإرشاد الفلاحي وعبر المندبيات والإدارة العامة والتدخلات وما ثماش نقول لك تونسي ما يعرفش الحشر القرمزية حتى لأولاد ونسينا حتى للمدرس الابتدائي وعرفنا لأولاد كيشوفوا بقرة وكذلك الموضوع هذا التحسيس بصراحة و نشوفهم معناها وصل ناس كل لك سمت حاجة واحدة الفلاح كيفية يزيم عاونوه للتدخل السريع يزيم وفروله الأدوية لأن الفلاح مشوا مستنس باش يداوي الهندي يداوي زيتون يداوي الخوخ يداوي كذا مدوات التين الشوكي والهندي معناها بالنسبة لي هو معناها جديدة لنك نحن مش نعطوهم الأدوية مش نعطوهم آلات الرش باش تدخل السريع بحول الأ PP يقضي عليه لأنه الفلاح أول بقرة هو يفيق بها المزارة مش يفيق بها المندوبية بعد عنها تدخل المندوبية إذا غلبت وكثرت في التوابي لأنه مرات تلقى طابية مهم لشوية الفلاح ميحبش الدخل نهنا ندخله للقضاء عليه لأنه تنتشر وحتى نقل الكفوف الهندي من بقع إلى بقع كما تشوفوا من النماكن هذي كان هنا قانون حجر زراعي لمنع تنقل كفوف الهندي من أماكن إلى أماكن أخرى واسناء بيحول له معناه على مناطق في بريود العيد اللي عملنا حسار سديد على تنقل الحيوانات من المناطق المبوعة إلى المناطق السليمة خاصة في القسرين عاملين باش ميدخله لاش يعلوش من الأماكن المبوعة اليوم اليوم في توس العاصمة يجب أن يجي يعلوش من سديبوزيد صحيح في توسعاته مثلا ماش هندي سهل سهل هذيك النجم النجموش نمنعو الناس كلها باش يتاجروا في العلوش لكن أنا نداء للمزارعين يجيبوا حيوانات جديدة معناها داخلها على البلاد ما يخلواش تقرب للتين الشوكي وهي تموت على في الصوف إذا تكون بعيدة تبقى مدة وتنقرض وتموت لأنها متنجوش تعيش على إلا على التين الشوكي ما أنا دكتور هذي ما تجيش في مشميش ولا في تفاح ولا في غير هذه للمرة الألف أنا نقول لكم رأي ما تضرب كانت تين الشوكي على الأشجار المثمرة وشوفنا في الزيتون وكانت خلب لخبطة لأنه ثم حشرة تشبهلها في الزيتون في الزيتون هي إلبسيل بيضاء وثم فلاحة في السويسي وثم ولاحة في الساحل تخوفوا عندهم الحق مشروع تخوفوا على الزيتون ومشينا وتنقلنا وشوفناها اللي هي حشرة غير الحشرة القرموزية القرموزية للمعناها التين الشوكي صحيح وبعض أنواع متاع التين الشوكي ثم حتى أصناف مقاومة للتين الشوكي ولقيناها لكننا نجربها ونحبوا نشوفوا لكلتين متاع الفروية متاعها وإن شاء الله معناها التين الشوكي البديل المطروح كحل من الحلول والله هو شوف وساعة هو شنوة التين الشوكي البديل الضغط الحر معناها لا مش الحر الأملس يضربوا هو أنواع متاع ديزي سبيس معناها ما ندخلوش ياسر في الواعد أما ثم برشة أنواع متاع التين الشوكي التين الشوكي اللي عنا نحنا هذا كله معناها حساس التين الشوكي معناها وأنواعه تشوف معناها في الطواب ثم أنواع ثم أكثرها محساسة وحتى التين الأملس أو كيف هو سمى التين الشوكي الخطر مش خطر املس تيني شوكي وكل واذاك اه حساس. ثم انواع مقاومة اصناف مقاومة اه شافوها في العالم كله في المغرب كده. لكن للأسف رو الكاليتين متاع الفروين متاعها مشي كما قلي عنا. ماذا بينا نحنا نحافظ على القيمة الغذائية يعني. على القيمة الغذائية على الهندي لخطر نحنا في تونس نستعمل ويستعملوش رو الكاليتين الشوكي كان للاعلاف. مثلا في البيزيل يعرفوه كان للاعلاف ما يكلوشو. نحنا ويستعملو كله الهندي والثمار باش نحافظو على الغلال متاعنا. معنا الشاتلات متاعنا لانواع. وكان ثم ندخلو انواع اخرى مقاومة معناها مش مشكل للتغذية الحيوانية وغيرها. اه قادة تصير زيارات ميدانية اه من سلطة الاشراف ومن لدنكم للفلاحين المتضرين على عين المكان. وايضا قلته انه يقع تسليم المرشات والادوية عن طريق المندوبيات كيفش تصير العملية بضبط لانه الفلاح اللي يسمع في نتوه يجب متوضاح الصورة عنده. هذه صورة واضحة في المندوبيات معناها مش عناها استراتيجية اللي اقتناء الادوية والمرشات ويمشوا لتجمعات معناها خاصة معناها التين المهيكل رو ثم تجمعات متاع مزارعين معناها ثم دي سوسيتي في القسرين مثلا متجمعات ما تماش فلاح واحده. بالله ربعين فلاح يخدم مواد يمشي للمندوبية تمشي تتعامل مع الاربعين هذي تعطيهم الات الرش وتعطيهم الدواء وهوم يدوا ويشوفوا تابق تحت المراقبة هذي في صورة دخول الحشرة راول طول الحشرة في القسرين مزالت سليمة. نحبو نحن نحسوهم للاستعداد لمقاومة هذي الحشرة. ونحن راوت معناها زيارات الميدانية بالنسبة للمندوبيات وكلو يعمل في زيارات ميدانية ونحن على مستوى لدار العامة نمشو نراقبو في كل اسبوع نمشو ندخلو في ولاية من الولايات معناها مع المندوبية باش نشوف ونعاين ومعناها معناها النجاعة للتدخل معناها لسبوع الفات كنا في سيدي بوزيد في الحدود شريط الحدود يما بين القسرين و سيدي بوزيد اللي أنا خايفين عليه في سبالة وفي معناها الجلمة معناها في المناطق الحدودية باش نشوفوا معناها تدخلات كان ثمه معناها إشكاليات لأنا خايفين بصراحة خوف كبير على مناطق الانتاج من تهديد الخطرة هي الحشرة تنجب كما الناس كلها تسمع فينا تقول كما جيت للولايات الأخرى تنجب في القسرين الصحيح أما نحن رانا بالمرصاد توا فاهمين القضية وبيحاول الله تدخل يكون سريع ولا خوف على القسرين الدكتور ما بين وصول الحشرة والانتشارها السريع وكل قدش من يومك تقريبا لا تبقى شوية وقت رائعة تنتشر بسرعية تنتشر ببطء على التين الشوكي مش شي سريع نحن لنلقوا فيهم للأسف ما بين البيضة اللي تشوف فيها المشكو الثلاثة تدخل السريع معناها في كفوف معناها مسابة نعامل معها بكل الوسائل معناها وسائل حتى ينجم الفلاح ينح كف والاثنين ينحيهم الكف هي الظلفة الكف هي الظلفة ينجم ينحيها ويردمها ما عنده حتى إشكالية يشوفها ثم فلاحة ينجم ينحيها ويردمها في الأرض وما عنده حتى إشكالية تموت هي تموت معناها حتى يستناش الدواء وما يستناش المندوبية ينجم يردمها وكذا ويحاصل الواد على التدخل السريع متى الفلاح تدخل السريع المزارع لأنه هو الأقرب ويعرف التهاب ويعرف معناها خبايا لأن المندوبيات بصراحة لا تدخل في كل بقرة ندخلوا بعد لإعلام إعلامنا الفلاح ونحن حاضرين باش ندخل ونعاونوه ونتعاونوا على القيام بالوجب ومدام أنت تحكي على التدخل دكتور وقتاش يكون التدخل ناجع قبل ما يفوت الفوت يعني في ذرف قداش لأنه بكري في كواليس حكينا وأنه بعض الأماكن يعني ما نجموش أن نقضيوا عليه وفات الفوت صحيح صحيح هو برشة أماكن طوما كنتمشي في الساحل ثم أماكن معناها طوابي معناها فات في الفوت للأسف معاش نجمونا الدخل وهذيك حبينا أن نعملوا معناها توعية للفلاحة باش يستغلوها للأعلاف لأنها ما كتعرفوا قيمة الهندي للأعلاف لكن في الإصابات الجديدة إصابات الجديدة رايما نجموش نخلوه الهندي يصير له معناها مسار في الساحل ليزم التدخل مش سريع لو معناها مش في نهار واثنين ليلة الدخل فيش هر مثلا فيش هر قبل شهر بعناها في اسبوع اثنين كي من الأشهر المثمن توا الأشهر المثمن الأخرين كي يجيها للحشرات النجمو ندخلو مثلا المشماش الخوخ ندخلو وقاعدين نقاومو فيه لكن للأسف التيني الشوكي لارشت كتير متع الطابية متخليكش تشوف معناها آآ آآ البؤر بسرعة هذك علشنا نحبينا حتى نعملو آآ إلقاج معناها آآ آآ زبيرة متخفيف للطوابي وعملناها في في نابل ونجعت لأننا نابل معناها جاها لاجتها الحشرة في بني خيار عن طريق معناها آآ حيوانات من القروين ودخلنا وعملنا اجتثاثة لأننا خايفين على بوارقوب ما ما طالهاش وقلمنا ولي عانا مع المندوبية ومشؤولين ونجحة العملية ونعنا تحت المراقبة معناها وكل الأشياء معناها رجعت ب على طبيعتها لأن التدخل السريع راو ما تخوفش ما نحبش الناس تخاف ملحوش القرمزية إذا شافوا الطوابي معناها مضرور يقول لك هاي كل ما شتعملك هيك راي التدخل السريع معناها بوار مزالت صغيرة النجم ونقضوا عليها والأدوية المصادقة عليها نافعة جدا جدا وعنها حتى أدوية بديلة كما تشوفوا معناها قاعدين نجربوا فيها وبيحاول الله معناها نمدوكم معناها بكل المعلومات آآ في الإبان. هو مهم جدا وشعر البرنامج حتى تكتمي لصورة وأنه يعني الجانب التثقيف مهم نجم أنه حتى الناس تفهم وقتاش التدخل بالضبط يصير في التقرير اللي سمعناه من بكري ليسامي العرفوي يتحدث على العديد من الحشرة إضافة إلى الحشرة القرمزية آآ بفعل التغيرات المناخية أنا نعرف بعض الحشرات اللي يتصيب اللوز وحتى يموت اللوز واللوز تعرف آآ دكتور ربح وأنه يتموت اللوزة يلزمها تتقلع وتخرج من الثانية باش ما تساوسش باش ما يساوش بقيت للأشجار آآ تساوس شنية الحشرات اللي آآ ضروري وأنه نقاوموها اليوم أكثر من غيرها. هي رو في التغيرات المناخية تم عديد الحشرات اللي معناها تتلاق مع مع معنا وتضرب الأشجار المطمرة خاصة معناها اللوز وزيتون وكده لكن بالنسبة للحشرات هذه هي آآ تجي بعد معناها ستان وارغانيزم ديفابليس أبريل معناها تصاب اللوز بالعطش وكده تضعف معاش نجمة قاوم ويكلها السوس هذه ونحن علش نقوله يخرج السوس لأن السوسة هذه تنتشر عبر معناها اللوز الميت ميت يولي ينتقل منه اللوز الجديد هذك علشنا نحبه معناها كده عندك لوز مريض مات ماذا بيك تخرجوا من الضيعة لأنه يكونوا عملية انتشار سريع وذي يعرفوها الفلاحة روانا برشة حشرات مناع على اللوز وعلى الفزق وعلى الزيتون والسكوليت متاع الزيتون برشة وات وهنا نحب نحل القوس بالله على المشماش لخطر السناء نحن لدينا إدارة الصحة النباتية ويقولون المشماش سناء تضربه وحشرة ومعناها وكذا هذي يراه السيراتيت تضرب ديما المشماش في كل سنة تضرب مشماش لكن السناء واتاته ظروف طبيعية معناها ملائمة اللي كانت السيراتيت معناها ناشطة كثير والمزارعين ما دووش وما دخلوش هذك علش معناها المشماش والمشماش هو معناها تريس سنسيبل ضرباته السيراتيت سيراتيت هي دودة تضرب البردغان وتضرب الأشجار المثمر كل رفو تضرب حتى الاندي معناها الغلة هذك علش المشماش مش معناها جديدة علينا باش تورونا المشماش في هدودة نعرفها وراو الفلاحة اللي واعين يدووا معناها حتى إشكالي وثم حتى دوا بيولوجي معناها مصيدة يسموها مصيدة سهلة ينجم يستعملها الفلاح باش الحشرة ما تمشيش للثمار تمشي للمصيدة وتموت هذي طريقة معروفة عن كل الفلاحين معنا مش جديدة من عندكم انتم صحيح لا ما جديء علش حبيتنا ناثيرها لان توا قالوا مثلا الحشرة بتاع المشماش كثرة سناء موجودة معروفة الفلاحة كلها في تستور وفي القروين وكل يعرفها معناها ما ثم للأسف ثم فلاحة معناها غلبتهم الحشرة واثرت على الانتاج وطيح تلا من الانتاج خطر طيح الغلة والثمار وكذا وما تباعش دونك هو ما تقلقوا شوي وقالوا سناء حشرة جديدة ونسجوا على الحشرة القرمزية ما ثماش حشرات جديدة رو هذي الحشرة القرمزية قاعدين هي حشرة داخيلة وقاعدين قاوموا فيها أما الحشرة الأخرين كلها موجودين معروفين وعنا لهم بروغرام وما ثم حتى إشكالية معناها في المقاومة واحنا يحضر معنا دكتور رابح حجليو المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة ما نجموش منظويش على هذه الإدارة وأدوارها نحكيه على صلاحياتها شنو تعمل بالضبط علاقتها بالغطاء النباتي عموما في تونس شكرا على سويل صحيح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلة الفلاحية هي إدارة مركزية بوزارة الفلاحة تعنى بكثير من الصحة النباتية خاصة على كل الأوجة معناها عنا في التوريد والتصدير كله يتعدى على الإدارة متعنى دونك في المراقبة الحدودية عنا أكثر من 27 نقطة حدودية لمراقبة معناها كل المعناها التبادلات التجارية معناها على مستوى البلاد كسواء خارج ولا داخل معناها أي حاجة نباتية تخرج لو نعطوها مسادقة ونحن سيشياب شكرا على سويل لقد رفتحت لي القوس باش نعرف بمعناها مولود الإدارة العامة للصحة النباتية نحن تعرف اللي نحن أول إدارة في إفريقيا اللي تعمل فيتو سيرتيفكات فيتو سانيتار إلكترونيك معناها كفاش فاسريلك أي معناها مرشنديز مش تمشي للخارج يزمها ورقة مسادقة سيرتيفكات فيتو سانيتار اللي كانت تعطاها للورق نحن نعطوها إلكترونيك ومقبولة من كل الدول معناها المرشنديز معترف بها دولين معناها الدقلة اللي ماشي لأمريكا نبع ثولهم الأفيتوم تعنا توصل قبل المرشنديز ونحن مش نعملوا جواز سفر إلكتروني للإنسان نحن عملناها للنبات قبل ونجحنا فيه ومعترف به دولين نرجع للإدارة معناها عنا إدارة مسادقة عنا المسادقة على الأدوية الأدوية اللي تتبع في تونس وكل نسادق عليها ونعينوها وعنا ليجان معناها مراقبة على الأدوية كلها اللي تتبع في تونس وعلى الشتلات وكل معناها المتدخلات الفلاحية نحن راقبوها على الإشارة معناها الجهوي والمحلي والتوريد والتصدير دونك إدارة معناها مترامة للطراح الوردات من الخذر ومن الغلاء اللي قاعدة جينا من الخارج هي تخضع هذه تخضع المراقبة الصحية النباتية أما ثم مراقبة للصحة الإنسان هذه كوزار تجار وثم هيئة الهيئة الثانية للسلامة الغذية هذي كتتلاها بالوزارة الصحة ونحن راقبو معناها معاسي محمد الرابح معناها نخدمه مع بعضنا هم يراقبو على الصحة معناها على الصحة الإنسان ونحن على الصحة النبات دونك النبات اللي داخل في تونس وكل راقبوه ثم ما نمنعوها ما نعن باتا عنا برشة معناها شتلات نمنعوها دونك ما نعين مثلا على الإجزاليلاك تعرفوا كالتداهور السريع للزيتين دونك ما تماش حتى زيتونة تدخل تونس عن طريق حتى التوريد المعناها الرسمي دونك مسكرين على التوريد للشتلات باش نشكر على أمراض لخطر الأمراض والحشرات وكل تنتقل عبر الحدود تنتقل عبر الشتلات دكتور ربي حجلوي المكلف بالإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة شكرا جزيلا على كل ما أفتنا به شكرا جزيلا على أناقة الحضور يعطيك الصحة برك الله فيك وربي يعاونكم شكرا على الاستذافة وعلى الحوار الرشيق مرحبا بك هكا نوصل لي خاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن شكرا على طيب المتابعة ربي باقي ستر على تونس إلى اللقاء